هذا وقد شهد عام 2020 إنجازات في مجالات عدة على المستوى الوطني الإماراتي كما على المستويين الإقليبي والدولي فمن خلاله دخلت دولة الإمارات بشكل رسمي سباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي عبر إرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى كوكب المريخ أطلق عليه اسم مسبار الأمل طموح إماراتي عنق السماء وإنجاز تلو الإنجاز وعام وراء عام تستمر الإمارات بتسجيل اسمها في صفاحات الإنجازات المشرفة والتي يفتخر بها الإماراتيون والخليجيون وكل العرب ما بين طموح زايد ومسبار الأمل مع انطلاق أول رحلة فضائية عربية إلى المريخ عبر مسبار الأمل الإماراتي من مركز تانيغاشيما الياباني بدأت ملامح الطموح تكتمل في رحلة تاريخية إلى الكوكب الأحمر تحدث إلى استكشاف أجوائه إذ قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن الإمارات تدخل التاريخ بإنجاز فضائي عربي غير مسبوق فنحن لا نعرف اليائس ولا المستحيل فلهذا كان الاختيار على الأسم مسبار الأمل أما بشأن طموح زايد أكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بفخر أن تلك الإنجازات الكبيرة والمميزة من حيث أهميتها وحجم تأثيرها على التقدم العلمي هي قصص نجاح للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء وأصبحت اليوم حديث المجتمعات العلمية المتخصصة مؤكدا سموه قدرة الشباب الإماراتي على تخطي الصعاب وتحقيق الإنجازات المتتالية الإنجازات الكبيرة والمميزة يعني الحقيقة من حيث أهميتها وحجم تأثيرها على التقدم العلمي فهذه يعني الإنجازات هي فخر ترى للأمتين العربية والإسلامية تفتح لنا أفاق المستقبل يعني خلطوا هذه التجارب وخلطوا هذه الصعاب وإلين ما أصبحت قصص نجاح شقائنا في دولة الإمارات يعني في مجال الفضاء حديث المجتمعات العلمية المتخصصة وحرصت الإمارات منذ بداية المشروع على أن تكون الجهود القائمة على مسبار الأمل جهود شبابية وهم من وصوهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي بالشباب المبدعين وبعد أكثر من أربعة أشهر على إطلاقه ها هو المسبار يقترب بشكل أكبر من كوكب المريخ ليبدأ مهمته في مدار الكوكب الأحمر كما أعلن رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الموعد الدقيق لوصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ سيكون في 9 فبراير العام المقبل